من هي الانتحارية ماريا معلوف؟ مين هي الإعلامية الانتحارية ماريا معلوف؟ هي صحفية ومذيعة وناشرة وكاتبة لبنانية وصاحبة شركة ماريا معلوف ودار الخليج للصحافة والطباعة والنشر اشتهرت ببرنامج بلا رقيب يلي عرض على شاشة النيو تيفي وعلى قناة المتوسط الليبية ماريا معلوف مقرب من العديد من الشخصيات السياسية المحلية والعالمية عملت ماريا معلوف بلبلة بالوسط الإعلام والقضاء فبرز اسمها بقضية اغتيال اللواء وسام الحسن وحققت معا شعبة المعلومات بالقضية هي مناضلة لحقوق المرأة والأسرة وحقوق الإنسان فكتبت امرأة تبحث عن وطن وإلغاء الطائفية السياسية نعرفت ماريا معلوف بجرئتها بتعبير عن أراءة وانتمائاتها السياسية أعربت من كم شهر عن تحولها من دعم فريق 8 أذار وحزب الله إلى دعم فريق 14 أذار وطرح التساؤلات عن دور حزب الله بالحرب السورية ووصفت الحزب بغير اللبناني وقالت أنه إيران أسست قاعدة عسكرية على أرض لبنان سمتها حزب الله تؤتمر من الحرس الثوري الإيراني وبتعتبر ماريا أنه سبب التطرف السني بالمنطقة هو التطرف الشيعي ليش بدنا بعد 1982 تجي إيران تأسس شيء على أرضنا وهي قاعدة عسكرية لقلها اسم حزب الله حزب الله هو أداية عسكرية تؤتمر بالحرس الثوري الإيراني انتخبت ماريا معلوف الإعلامي الأجرأ لثلاث سنين على التوالي وجرئت من تزحلي وصلتها مؤخرا لتتحدى المقاومة وعلى رأسها الأمين العام لحزب الله بتغريدة على حسابها عبر تويتر اتمنت فيها ماريا معلوف تفجير نفسها بالسيد حسن نصر الله فقرا لشهد لبنان اللي أتالهم حزب إيران بحسب وصفة لألوه قبل ما أبلش حواري مع ضيفتي ماريا معلوف بدي أوضح أنه معلومة التحقيق معها بقضية اغتيال الراحل وإسام الحسن والتحقيقات صد شعبة المعلومات هي غير صحيحة وتمنى في هذا الموضوع ماريا معلوف مسأل خير من مسؤوليين سياسيين وأمني حذروني منك بس هيدا الموضوع مش موضوع حوارنا الليلي نحكي بموضوعنا هيدا الموضوع هو بس عن البروفايل طبع حضرتيك والأمور اللي نحكي فيها بالصحافة اليوم جايين لنحكي عن الموضوع محدد أهلا وسهلا فيك أهلا فيك أتمنى بأن أتحلى بجرء التفجير نفسي بحسن نصر الله أول شي كمان أنت حسمت أنه الانتحارية ماريا معلوف وردت بالبرومو نحنا كنا عم نتناقش بقبل الحلقة وتعرف جو أنه هيدا الشي مش صحيح يعني كمان أي برنامج ما فيه هيدا عنوان هيدا عنوان لما وصفت فيه ورح نقشه اليوم يعني مش عم نحنا إذا أننا عندك انتحارية بطل تعليمية ستة انتحارية وممكن ومدأ إيلك شي واليوم حكي جالس رح يكشوف الحقيقة والانتحارية مش مفروض مش مش مشارط أنها تكون انتحارية بأنابل أوقات الشخص الانتحاري بيكون بيشغله أو برأيه أو بأفكاره أو بشي يعني بيوصل لقضية بيؤمن فيها أو بيستاشرد كمان الانتحارية لا تعني انتحارية أنابل يعني واليوم معروف عنك أنك أنت شخصية انتحارية بقرأيك بتروح إلى الآخر مستشرسة مندفعة بس مش متهورة لحتى تكون هاي التغريد دي أنا صاحبتها هلأ رح نحكي عنها أتمنى بأن أتحلى بجرأة تفجير نفسي بحسن نصر الله أخذم بالثقر لشهداء لبنان الذين قتلهم حزب إيران اعتبرت عملية تهديد بالاختياب الأمين عام لحزب الله سيد حسن نصر الله لما قرينا نحن هاي دي التويت قلنا أنه شو عم تعمل ماريا وصلت هيدا الموضوع يوصل لحد الجنون أو عدم العقلانية أنه انصدمنا صحيح أنه هيدا الشي بنائز بس بالآخر الواحد بيقول أنه أي حدا عنده ثقافة بيقول أنه هيدا الشي مش معقول في شي غلط في شي أكيد قريب لأنه اختراق معين لأنه ماريا هي عند عشر سنين من العمل الإعلامي ممكن تقول هيدا الشي واللي قال هيدا الشي أكيد منه مجنون اللي كاتب وأنا بحب أنه تعرضوها ما بعرف إذا عرضت هي لتويت لأنا بدي فرجيكها هي لان عرضت عرضي طيب إذا فينا بعد شوي نشوف بس كيف كان مكتوب في كام حرف ما في أعلامي مثقف وبيحكي عرب وبيعمل الحلقات وبيستضيف ألفين شخصية بيكتب بهالطريقة نعم هيدا يمكن أول دليل على أنه شي معين وبعدين هو يتخاب أول شي بلش بكتابي ووصلت أن عبور وأنه هو لي لأنه هو ما كاتب آخذة بالسقر من الشهداء طيب أي شهداء طيب اليوم شو صارت أن كتبت هالتويت هلأ اللي صار من الأخير أنه اللي وضحته ما كتير من الوسائل الإعلام كتبته التوضيح اللي عملته يمكن لأن توضيح صار إلكتروني أو أونلاين أكتر من تليفزيون حلق موجودة معك وسأتحكي بهذا الموضوع استغنيت عن أي مؤتمر صاحفي كتنبي إنه حقسب رح نأعرضها بعد كم سؤال هم نستوضخ شوية بدي أخذي بس أنا بدي أشوفه كيف republic بس قل لك أنه مثل حزب الله كان يمكن الشخص اللي عم يكتب لأنه أنا فعلا من النهار الجمعة إلى هلا أنا معنية الأساسية بهذا الموضوع وأنا الشخص اللي هو المتضرر المتضرر الأساسي يالي هي كلمة كنت عم تقالي لي نصر الله لا في همزة مع أنه ما في همزة نصر الله هادي هادي بتنكتب يعني أي مستقف هم بيكتبها هو كان يمكن محتار يكتب نصر الله أو نصر الله هو الهيئة أفكت تي طلعت معه هادي يبدو يبدو أنه هو شخص أو هي أو الجهة مش عم نحكي عن شخص لأنه في حملة بهذا الموضوع ما أنه شيء اعتباط أو حدا عم يتسلى لما يخترق التويتر وينكتب نصر الله بهذا أكيد واحد عم قاعد مع حدا بيقول نحط نصر الله لنثبتها عليها أكثر لأنه هي بتعتبر أنه هيدا الحزب هو حزب إيران خلينا نخليها تنهار أكثر يعني حتى استعملوا عبارات لنثبت عليها أكثر أنه هي مستعدة تفجر حالي أنه كيف أدي فجر حالي بسيد حسن ناصر الله يعني طيب شو صار بس خليني أعرف بس بعدين في شغلة أخذن أخذن ولا آخذة ولا آخذن معناته في شي غلط هون طيب هل عندك البس خلينا أعرف هل عندك معلومات مين اللي لو أنا كتبتها آخذة على القليلة أنه أنا بدي شوف حالي طيب شو صار تحديدا كيف خلقت هيدا التويت فجأة وفعرفت من معلومات مين معه الباسورد طبع الأكاون طبعي وعيد الصبح وأنا مبوعة بكية العالم كله بتعرف هذا الشي من صحفي ولقيت في كتير على تليفوني مثل أنه مدام في شي عام بيصير على تويتر ما عم نقدر نفوت مرات بيقدر يفوتوا معا نحنا أكثر من حدا عنده هيدا الباسورد أنت بتعرف نحنا بشغلنا ما في حدا يشتغل ما في حدا يشتغل بأكثر 24 أورز على الشي هذا اللي عنده الإيميل اللي هو سوري التويتر اللي هو آت بلا رأيب هو تويتر مش لشخص مريا معلوف لا بلا رأيب بلا رأيب الرواد يعني أنا أول على فكرة أنا مؤسسة تويتر تاني ومش هم بقدر فوت عليه له هلا اللي هو مريا معلوف فيك تشوفه أكثر من حدا أخذ الباسورد هلا بالآخر ما بتعرف يعني حتى يعني إذا بتلاحش في 24 أورز في بوستر عم بتصير في تويتس عم تنعمل نعم على مدار الساعة في محلات أنا ما قدر تفوت غيري قدر في حدا طبيعي كان عم بنزل ولا كأنه في شيء صح ما رأيت التويت طبعا سيد حسن نصر الله صاروا يكتبوا تويتس تانيين ضاعت بيناتهم عم بفهم عليك عاديين أنه حتى أنا ضلت وقت لحتى مفتش أنه شو مكتوب ووش مكتوب تويت واحد مكتوب أربعة تويتات فيك تويت ما أنه جملة صحفية ولا جملة طب عندي سؤال بس شغلي أنا معلش عم بقطعك لأنه أنا بعتبر أنه هيدا الشي بيعنيني مشن هيك أنا هون مين الخاسر الأكبر بهيدا العملية الخاسر الأكبر هو إعلامية معروفة بخطة سياسية هي ضد تدخل في سوريا من قبل حزب الله هي ضد تدخل إيراني والغير إيراني بلبنان أنت مؤخرا معروفة أنه مواقفك بالاتجاه الآخر ليس مؤخرا يمكن مشان هيك كمان الناس يعني صدقوا هيدا تويت اليوم الجمهور اللي ضد أرائك سياسية صدقوا بفهمك بس أنا لا بسعفت المسيحية أنا ما بحب أحكي بالطائفين أني منفتحة كل الأديان لا شكلا ومضمونا وتربية وطفولة ونشأة وبالمجتمع اللي أنا عايش فيه ما في شي بيبشر بأي زهرة بتوحي أنه أنا ممكن أعمل هيدا الشي بعدين قلتلك أنه بروح على هو نسيت أنا وين بيطلع السيد على شاشة بمجمع الشهدين سيد الشهداء بمجمع شو بروح بقل له لبيكة يا حسين وبفجر حالي ليه أنا ما عندي معتقد ديني لا بس الناس اللي على الونلين وعا السوشال ميديا وعا تويتر خليه ليك شيء أعمل بهك عمل بمجرد هني ما عم يعتبروا انت جاء راح تروحي تعمل معلوف هيدا افترا كبير على إعلامية حق تقول كلمتها بس أنا لأشرح لك شيء أنا لأني معتبر حالي محام الشيطان أو أبدأ أحكي بإسم الطرف الأخر اليوم هالناس اللي على السوشال ميديا اللي عندهن هذا الولاء اللي زعيمهن سيد حسن نصر اللي وقت يقروا هيدا التويت بغض النظر عن إذا أنت جسدياً أو إدرات عملية بس وضحيت ما مرئة ساعات كل جمعة بحلقات ما بيمرؤ شيء نعود نظل نوضحها ما بيسمعوه ما بيسمعو التوضيح بديك تمرق الراسية اللي إجت من تويتر لأنه هلا من تويتر اللي هي قصة الهاكينج طبعاً ايه قصة الهاكينج هلا رح نشوف هون اللي هنا آخر بس قبل هتشوفها بس بدي إليك شيء أنه لأنه الحكي أنا ما جاي أحكي سياسي هون أحكي عن مواقفة عندي منبر بعبر في عن مواقفة وعن أفكاري بس أنا جاي إليك أنه هل من مصلحتي أنا أقول هيدا الكلام؟ هيدا كلام ممكن بعيداً عن حزب الله أنت محلة بعيداً عن حزب الله ممكن الشباب عندك مآخذ على جهة سياسية عم نشوف الواتساب بيت هلا يلي عم تبعت اللي عم تنبعتليك في كتير إشي حزفنيها في كتير تهديدات في كتير كلام يعني عرض حياتك للخطر سأل بدأ إليك إيه الخوف أنا بس ليرتسمحي لووصل هاي الفكرة اليوم بعيداً عن حزب الله فيها الشباب يلي بالشارع بس بحق بيعتبر بحالتك يلي هين بيعتبروا فيه إهانة كتير كبيرة ممكن لأ سمح الله يتعرضوا لك لأذا ممكن لو أعتبروا فهمت الفكرة معنتو أنا هلا عم بحضر حالي لمواجهة مع ناس ما حدا ما بعرف وين بيطلعوا لي متل ما صار معي بمصر أنت عم توضحي الموضوع اليوم طي يوضح للمرة الأخيرة على التليفزيون إحنا أنت قلت أنه هيدول الواتساب اللي وصلوا فعلا أنا بعتلك عين صغيري بعد بدأ نشوف تليز التويتر 538 رقم نعم رقم عملي واتساب بكلام بزيق هذا ما حدا شوفه غيره خلينا نشوف بس التويتر لقصة تغيير الباسورد ما شوفون المشاهدين كيف رجعته هلا يحن أوكي هيدا رسالة من تويتر أنه حدا من ديفايس نينة عم بفوت طيب بس حيشوفون هلا بس بدي أقول أنه أنت جو معلوف خرقوا لك أكاونتك وهيدا وبالآخير تطلع أنت بدك تتحمل كل شي فيه سفيلة بالعالم من ألفاظ ومن توصيفات بدك بدك تجع عندك يا على تويتر يا على الفيسبوك وحتى على الناس اللي بيشتغلوا عندك إحنا يعني أنا مؤسسة بتقبلها على حالك بس أي حاجة بتصير مع أي إعلامة وخليها نقلوا بالأطراف إذا حدا كمان توجه مثلا للشيخ سعد الحريرة أو لأي حدا كمان بيصير فيه هدوه جمهد لأنه الناس أنا قبل 2008 كنت بيشتغل بمحطات عندها تواجه سياسة معي فيني مريء شغلي أنا ولا مرة يعني أنا لقلك من أي منطلق مثلا كتبت حضرتك سابقا كتبت لسيد حسن نصر الله يا نصرنا العزيز يا نصرنا العزيز يا قائد الزمان المقدس دعني أركع أمام قدميك الثابتتان على الحق يشاركني الرغبة الكثيرون من من يعرفون قدرك الرفيع بدك تقريها؟ لا ليه؟ هي موثقة ما كلمة بيحكي بيحط ليها يا عمي فضل لا لا أنت أريها خلال لا لا ما عليها أريها أنت ما عم قلتك هلأ عم تتبنيها لا لا أنت أريها هلأ بيحط ليها فيديو لا حبيبي أنت أريها أوكي بتقولي له يا قائد زمان بتقول له أنت الأب الشرعي لا تغس لا تدمع سيدنا وسيد المقاومة وسيد الأحرار والشرفاء في أمتنا العربية أب الشرعي المقاومة نعم أنت بال2006 لما فاتت إسرائيل على لبنان شو عملت؟ كشب هلأ نحن اليوم عم نناقش هيدا الموضوع اليوم عم نحوري كلمة هيدا الموضوع هيدا المقال نزل بال2006 تأديدا ودعما للمقاومة اللبنانية الشريفة لشان هيك عم جري بوصلك هذا الغضب عند الناس أنا هلأ تفوت إسرائيل على لبنان ونصر الله أو المقاومة اللي هي أنا عندك كثير ما أأخذ علي أنا حقي أنا حقي ناقش هلأ المقاومة أو حزب الله مع أنه أنا يعني أنا ما فيني يعني أنا شوق حزب الله يعني الله عطى توكيل لحدا يكون حزبه على الأرض خلينا بس لأنه الناس هيدا مش هنفوت مش هنفوت بطراتي حزب الله هلأ يقوم بعملية ضد إسرائيل أو إسرائيل تجي تضرب أراضينا وحزب الله يدافع برجع بحكي مش هدا الكلام لأ لأنه خلص في صورة انكسرت في شي نكسر بالألفين بالألفين وثماني لما صاري سبعة أيات حضرتك توصيف حزب الله بحزب إيران وصفتي وبتوافق علي عزي عزي بيقول أنا جندي في ولاية الفقية هل أنا عم بفترع عليه أو عم بتم بس كل شهيد على أرض لبنان عم يسقط إن كان من الحزب أو من الجيش أو من غيره عم بتحمل المسئولية لسيد حسن مصرون لا 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 أنا ما أم أنت عم تحكي عن تويت؟ لا عم بحكي عن أرائك بتلاقي بتحمل المسئولية ولا لا؟ ولا مرأة لتايل الشيء بس بتلاقي بتحمل المسئولية ولا لا؟ إذا كانوا من الجيش اللبناني نعم أو من المدايين هذا الجيش هو من حقه يعني مش من حقه ولما الجندي بيفوت على الجيش بيعرف حاله إن هو صار في دا الوطن طب ليه عملت تويت ضد فيصل قاسم اللي يسب الجيش وهنا الجيش اللبناني طبعنا خليني كمل جملت حكيت أكثر مني لا ولا طبع أنا جاي أحكي أكثر منها لما هن المقاومة عندهم عائدة إنه هن بيقتلوا حالهم معناته هذي عائدتهم أوكي هذي الشهادة لقالهم بيتفسيرهم الشهادة موجودة أو العائدة بكذا محل يعني بكل بكذا طايفة بكذا حزب بكذا طرف البلد عم بحكي هل عم تسألني هل السيد حسن يتحمل لا ما هني بيهنوه لما بيموت شهيد بروحة بهن لما لما عم بيموت شهدة بالأنايترا إذا هذا السؤال الأخير عن شهدة الأنايترا إسرائيل قتلتهم إحنتهم هي تتعمل مسؤولية عشان ما تأولني شي أنا ما قلته وعشان ما أتحمل وذر فوق هيدا التويت اللي ما قلت دخل فيها لا من قريب ولا من بعيد والقضاء اللبناني هياخد حقي بهذا الموضوع التالي في دعوة عم تتحضر من دعوة على المفترين علي بالسب والشتم وأنا عملت له بلوك مش لي أنا بحب أعمل بلوك أنا أكثر إنسانة ديمقراطية بحب أسمع أراء الآخر بس أنا كأمرأة ما بحب أسمع أشتائم وما بحب إنهان لأنه أنا بنت عائلة مرباية ببيئة بتحترم حالها وبتحترم النقاش بالحوار بيني وبين الآخر إذا حتى لو بختلف فيه هيدا خلاف سياسي مش عدا طيب اليوم رأيك السياسي اللي هو بالطرف الآخر ولي رحتي فيه على الآخر قلت عن فايسال أسم فايسال أسم مثلا ضد الجيش اللبناني قمت ببتلز بشكل سريع طيب كمين قلت لجيش اللبناني وعم تدافع عن الجيش اللبناني بنفس الوقت فيه تويتر اللي عملت دعما لفايسال قاسم اللي مش هين مرة وحدة هين مرة واثنين وثلاثة واردة يا عمي هين وياخد مجد وهين شو بدنا فيه ليش عما نعظم هالقصة؟ ما قلوا نحنا كشعب لبناني نحنا شو أنا بعرفك بتحب الجيش بس مش أكتر مني أنا بحب الجيش اللبناني مثلك ويمكن بزيادة طيب إذا بتحبي مثلك وانا بحب انه وطني وانا بحب انه وطني وانا بحب ماروق شوي يعني كيف عم بتقولي أنا بحب انه الجيش اللبناني يبسط جناحه وسيطرته على كل الأراضي اللبنانية يا ماريا بعرف بس 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 معني شي اليوم التويت شو كتبت تويت لفايسال قاسم قلت ولو ما في ولا إعلامي من هيدا العصر أنا ما عبطلع التلفزيون ما حدا جرب منكم يتصل فيه ويقلو تعي حكينا انت ليش هيك قلت شو بودو يتصل وينما نحكي مع فايسال قاسم عم يحكي عن وطن وعن جيش وعن بلد وعملهم بيعملوا كليبات للفنانات وعمل بس وظيفة الجيش اللبناني كليبات للفنانات واذا عم يعملوا كليبات اني عم بدافع عن الوطن عم يستعملوا انا مرضي فيفوتا Retik جو في محل كل العالم تاريفا انو الجيش بم بقدر يفوتا عندي سؤال اخي في محل أنو الجيش عم براعي ظروف طائفة اوجهها معينة في لبنان معنيت عندك مشكلة مع الجيش ما organism شو ما وقافك من الشاهدة في حالة عليكم شو ما وقافك من الشاهدة شو ما وقفك من الشاهدة بس عندي سؤال بعيدا عن هذا القبل اول شي انا ضد شي اسمو واحد يقتل حالو انا بعرف انو الواحد يم amongst كرمي الوطن بس مش روح يفجر حالو. يعني مهما مواقفت راحت عالطرف الاخر ومهما تترفت انت ما بتتبني حتى مضمون التويت. معمول انت كتبتي انا مش كتبتا ولا خاصني فيها. حتى المضمون انا متحاول انا وياتي. فوت بحيدة الجدل بس الناس والوضع وصل لحده انه خلص. رغم التصريح اللي انا عملته ما حدا يعني لا. لأ اليوم على التليفزيون بتخيل وضحت اكتر لانه كل الناس عم تحضر. ان شاء الله بس بدي بيقلك شي انه انه نحن بالمسيحية ما في عنا شي بيقول انه. انه العكس. ما انت بتعرف اكتر ما انا ان اقول. نحن منحب الحياة منحب التسامح منحب النقاش الحوار. وعادعا هيك اللي بيموت في هذا الوطن منحطه فقراسنا. نعم. ومشان هيك كل واحد بيموت من الجيش اللبناني هيدا شهيد. بس مش يعني انه انا بسعى لانه الواحد انه بشجع هيدا الموضوع. بالعكس لما نزلت بجسويش هادية بهيدا. في حدا عم بتابع. كل حركاتي. وراسدني من فترة معينة. يعني عم تحاول تقولي مقصود الموضوع. بتوقيت معين العمل. وانا بحس انه من مالتان بشفق عليه. لانا اول شي غابة. عم بيقوم بشي. اذا كان عم يتسلى وما في ورا جهة سياسية. معناته هو واحد اه اه ارعان. هلأ عملتوا دعوة انتم بالقضاء اللي رح يعمل تحياته. لانه همنا كثير. اذا فيه جهة سياسية معناته هيدا الشي ما حينجح. لان انا بايدا عميزة. شكرا لطوضيح هيدا الموضوع. وانه تويت انخرق الاكاونت. وانك مش حضرتك كاتبة. هيدا. ما نزلوا كله هيدا. كل شي حطينا. ما نزلوا. ما نزلوا. كلهم كلهم نزلوا. هلأ بس رجعي تحدر الحلقة حتشوفيهم كلهم تبع تويتر وانه مخروق الاكاونت. والايرر لودي وانه حدا انفتح من ديفايس تاني واضحه على الهواء. شكرا لإلك. متمنى كل اللي قال لك انه نحنا من بهدي لضيوفنا ومنوطيله الصوت. لحتى توصل انه هيدا شي نحنا ما بنعملو. شكرا. بس بلاشتوا غلط. اهلا وسهلا فيك.